متى بدأ شغفك؟ يعني الاهتمام بهذا المجال يعني أنا شوف هنا غريب صح شوف أول شيء الدريفت يعني في السعودية شيء يعني مشهور وكبير ومعروف وفي العالم كله تقريباً فكان في 2010 كان معي سيارة وسيارة رياضية وكنت صراحة يعني أحب هذا الشيء يعني و أبي أسويه لكن ما في مكان مخصص في ذيك الأيام فكنت مرة واقف أبي بنزين أيوه جاني واحد ما عرفه إلى الآن ما عرفه ودي أن يشوفني الآن قال لي أن السيارة معدلة ورياضية في بطولة اسمها ريدبول راح تقام في الرياض ونبرشح أكبر عدد سيارات رياضية وزيكذا ففي وقتها ما عرف البطولات ولا عرف شيء لكني ودي بشيء زيكذا و هل لك ممارسات قبل هذه؟ لا ممارسات لا بس كلا حماس وشغب داخلي حماس و أتابع رياضة هذه و في أمريكا فورم لدي أتابع فأحبها يعني و منيتي أني أصير زي كذا يعني بعدين ففعلا صار في بطولة كانت في الملز وشاركت في 2010 كان تقريبا ما أذكر كم عدد السائقين لكن تقريبا فوق 50 سائق تأهلت لين أفضل أربعة و طلعت حتى من بعدها ما كنت عارف أن فيها رعايات فيها بس عرفت أني تأكدت عندي شيء في وقتها يعني في 2010 في 2010 يعني يقدر نقول انطلاقة بدر كانت في 2010 2010 فبعدها قلت أكمل و خربت السيارة و سيارتك و وشي كانت كانت لومينة أيوه و سيارتك العادية سيارتي العادية اللي أروح فيها و أجي و ودي الأهل و أرجع يعني البرادو سيارتي أقدر أشارك فيها لا بتنقلب على الطول هذا الروح الرالي لا هذه الرالي على الطول فخربت السيارة و قعدت أجمع 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 لأن الوالد كان ضدي في هذا الشيء مرة يبغاني أكمل الدراسة و أبسط حقوقها يعني فكملت لين 2015 والدتي الله يرحمها و الوالد يعني معنا ضدي دعمني شوي قال يعني بأشوف زي اللي بأشوف وش عندك يعني أبدأ اش نهايتها فبدايت في 2015 و حققت الأول الحمد لله في بطولة السعودية بس في الهوات كنت كانت بداية يعني كنت أتعلم يعني في يوم خليت البطولة تأكدت هنا أن إن شاء الله و بتوفيق الله و برضى الوالدين أن عندي شيء ففعلاً كملت و إلى يومك هذا الحمد لله أنا السنة اللي راحت خذيت بطل الإمارات في المحترفين ما شاء الله تبرك و قبل بطل الإمارات في المحترفين أنت ما شاء الله حصت عدة جوائز بنيجي على تفاصيلها بنيجي تفاصيل أنا ما ودي نأخذ في تفاصيل أنا ما شاء الله أشوف في 2016 حققت و في 2017 18 و 19 و 20 و 20 أنت ما بقيت لنا شيء الله يزيد الله يزيدكم فضلة كبتنا بذر كبتنا بذر